مفهوم البركة طبعاً مفهوم عميق جداً وجميل ومفهوم البركة أنه معناها الزيادة والنماء إذا أنا بقول مثلاً كيف الله عز وجل يبارك لي في مالي أو في وقتي أو كيف الله عز وجل يبارك لي في أولادي فالبركة معناها الزيادة ومعناها النماء ولذلك مهم جداً أن نحن نعرف كيف نطبق بعض الوسائل وبعض الأسباب حتى الله عز وجل يبارك لنا في أبنائنا طبعا البركة مو بس مفهوم تربوي كيف الله عز وجل يبارك لنا في أولادنا كذلك البركة مفهوم جغرافي يعني في بعض المواقع مثلا المدينة منورة مثلا مكة المكرمة بيت المقدس أرض الشام أرض اليمن كلها فيها نصوص دينية ونصوص شرعية تبين أنه فيها بركة يعني المدينة المنورة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا مكة المكرمة مثلا إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا القدس مثلا سبحانه الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أرض الشام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فأرض الشام أرض مباركة اليمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم بارك لنا في يمننا فإذا البركة ليس مفهوم تربوي نقدر نطبق على الأولاد فقط وإنما نستطيع كذلك أن نطبق هذا المفهوم في المدن وعلى المواقع الجغرافية مو بس كذلك فيه أشخاص مباركين يعني فيه ناس تقول والله فلان هذا ما شاء الله هذا بركة وإنما يروح يرمي الخير وإنما يروح فيه بركة ففيه أشخاص أشخاص مباركين يعني مثلا خلينا نشوف مثلا عيسى عليه السلام مثلا عيسى عليه السلام كشخصية مباركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يروح تحل بركة على الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم بركة في حياته وبعد وفاته يعني الله عز وجل وصف سيدنا عيسى عليه السلام وقال واجعلني مباركا فإذا هو مبارك مبارك يعني نافع فإذا أنا أبي أولادي يكونون مباركين معناته يكونون نافعين معناته يكون فيهم خير مو يكون فيهم شر مثلا إذا كان الطفل أي من وراه الشر معناته هذا الطفل غير مبارك إذا الزوج أي من وراه الشر معناته زوج غير مبارك إذا الزوجة نفس الشيء أي من وراه شر كذلك هي زوجة غير مباركة